أهلاً للمتابعين الكرام كنس منكم تكونوا بخير وعلى خير ومن نقصكم حتى شيء خير كما عودناكم فيديو جديد وأخبار جديدة وتطورها جديدة كما عرفتم القضية ريم في كريب طبيعة الحال الفنانة التي قتل الزوج ديالها يصرف واحد القضية للعصابة التي صفتها له وخصوصاً من عائلة الزوج ديالها ما يريدون أن يغطيه كما نقول له الشمس بالغربال أو أن يريدون أن يغطيه شيء خطيرة وخطيرة على أولهم وكل التهم مشات الزوجة دياله أمويم أخوتي خليكم معنا وأتعرفوا حقائق اللي هي خطيرة بزاف واللي هي كبيرة بزاف كما عرفتم أن الزوج ديال الفنانة ريم في كريب دلقاء مقتول بطبيعة الحال ولكن مع الأسف أنه ملقاوش الجسد دياله كامل باش يتم الدفن دياله بالكسر هنلقوه ببعض الأجزاء يعني باقي من اللقاء ملقاوش الجسد دياله كاملة هذا الشيء لك يفسر أنه مقطع يعني بترمى مقطع الله يحفظ يعني ما شيخ يقتلوه بطريقة يعني تصفوه له أما ضربوه ولا لا إنما هم أقطعوه الله يسترنوا يستركم هات الشيء ما كان لأن باقي كما صرح الأب أن باقي بعض الأجزاء ما زال ما ملقاوه ولكن نظروا الحقيقة الأخرى بعد مخرجوا العائلة كاملة يشاهدون الصمعة عروستهم ويقولون أنها خيانة وكانت تخلنا الرجل وهذا هو السبب الذي قتلوه اليوم كانت تفاجئوا بشكل صريح غير مباشر من أب وكانت تفاجئوا بشكل صنطر أبال ويجلسوا من الخدمة أو ينعسوا ويقوموا بشكل صنطر أبال سوف يوفروا هذه الاحتياجات كاملة التي ترونهم وكذلك سوف ترون بعض الصريحات التي ترون الأم سوف ترون الملايين في العرز هذا الشيء كامل سوف ترونه في الفيديو كما ترونه صريحة الأب التي ترونها التي ترونها التي ترونها التي ترونها التي ترونها في صنطر أبال هذه المتحدة حتى هنا ومزيان لكن نحن نضروا على قضية أن السنطر أبال لا يمكن أن ترونها فيلا أو طاموبيل أو أفخم من السيارات وكذلك الفلوس غير تبارك الله ما شاء الله الفلوس لا يكتع وفي النهاية يعمل ويعمل بالنهار ونعزب لا يمكن أي شخص لا يمكن يمكن أن يكون فلوس ونعرف أن الخدمة المتحدة للمنطر أعرف أن لا نريد أي شيء ولكن نرى أن يظهر على زوجة التي يقول أن والله أعلم لحد الساعة سأقول الله أعلم ترى معنا الصريح الذي قالت الأم ما حال الفلوس خسر في العرث دعوكم معنا والدة الزوج الفناري مفكري ترى تيفي قالت لولدي أمام العدول 10 مليون في الصداق وخسر 200 مليون على العرث وعطى القضوات والجواية فيهم الفلوس هذا هو الصريح الذي قالت الأم لأنه لم يتحدث شيئا كيف يتحدث في السلطة لديه الفلوس كامل كيف يتحدث لديه خدمة لديه التروة كاملة هنا بين قبضين يتحدث المهم أخوتي كما عرفته أن ريم اليوم يهجمها عائدته كامل وكيف يتحدث أنها هي الخائنة الكبرى وأنها هي اللي خانت الزوج ديالها باش هك تصفوها له المهم اليوم هما أربعة اللي خطفوه ولكن واحد اللي تعتقل والأخرين هربولي أنهم يعيشوا كما قال الأب أنهم يعيشوا في فرنسا وكذلك كنين أفارق اللي هما اللي داروا هات الشيوكي يعيشوا في فرنسا وواحد اللي تعتقل لحد الساعة والجدة ما زال ما كاملة باش يعدفنوها هادوم المعطيات اللي عندنا لحد الساعة إلى ملتقى آخر بإذن الله ومستجدات أخرى ما تنسوش تقابونا وتفعلوا زر جراج باش وصلكم كل جديد وما تنسوش تخليوا تعليق اشبالكم في هذه القضية وهذه القصة كاملة واش شريم اللي على صح واش الناس اللي كيقولوا أنه كيخدم في المخدرات هما اللي عندهم حقيقة او اللي العائلة دياله هي اللي عندها الصح انتمنى وتخليوا تعليقكم وآراءكم باش نعرفوا القضية شنو بلكم فيها السلام عليكم